أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين تنفيذ حكم القتل تعزيزا بحكم مواطنة في منطقة الرياض بعد ثبوت التهمها في قتل الزوجاء بطعنهم بالسكين عدة مرات بحسب بيان الوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية وكالت وزارة الداخلية السعودية في بيانه ألضمت ودى بنت الحميدي بنت حمود المطيري سعودية الجنسية على قتل الزوجاء حسن منعيش بن مرزو المطيري سعود الجنسية مما أدى إلى وفاة هنا بممالغ مالية منه وأضاف البيانة أن الجاتل الأمنية تمكنت من الجبطة على الجانية المذكورة وأصفرت تحقيق معها لتوجيه الاتهام إليها بارتكاب جريماتها وبحالتها للمحكمة المختصة صدر بحقها سق يقضي بسبوط ما نسبة إليها ولأن موكمة بيها المداء عليها عمل محرم وجرم عظيم وسيطر بالنفس البشرية وسفك للدماء المحرمة ودليل على فسادها وخطورتها وتواصل الإجرام في نفسها ونظرا لشناءة فعلها فقطم الحكم وقتلاتها عزيزا وصدر أمر ملكي بإنفاز متكررها شرعا ويدا من مرجعها وبكده نكون وصانعاتي الفيديو ما تنسى تشترك في القناة فعلا زر الجرس وتهمي اللايك للفيديو ودهس لكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته